اللهم صلي على محمد وآل محمد السلام عليكم متابعيني شونكم حبايب إن شاء الله لكله بخير وصحة وعافية اليوم إن شاء الله جاي الفيديو جديد وهو عمل أو طبخ اللبلبي وطريقة طبخ الشلغم بالدبس اللبلبي نبدو به طبعا أول مرة طريقة سلقة السر اللي مثل بالضبط مثل اللبلبي مال السوق يعني أكو شغلة مهمة نخليها فهو يصير بالضبط مثل اللبلبي اللي ينباع بالأسواق والشلغم هو سلقة بالدبس أكيد الكل يعرفين بس حابة أنه أنطب بعض الأشياء اللي مهمة خصوصا بسلقة اللبلبي والشلغم وحبايبي إذا عجبكم الفيديو لا تنسوني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس هسه راح نبدي ونقول بسم الله مثل ما جاي يشوفون قدامكم هذا اللبلبي اللبلبي العادي أول ما أغسله وأنظفه يعني خواب بيحاصوا أو أشياء أنظفه زيان وأغسله وبعدين أنا أقعب مايحار طبعا إذا نقحته أول الصبح يعني أول الصبح نقعته وأجي أسلقة بالليل العفو المغرب يعني أبدو به بسلقة يعني هاي الفترة يا أما بالليل أو ثاني يوم السلقينة بس المهم يعني على الأقل أربع ساعات تنقع خليت شكيت ملعقة أو خاشوقة سودة هاي خاشوقة تشاي السودة خليت ويت تنقع يعني شوف هاي خطوات مهمة السرع أو الساعد بمستوى اللبلبي شوف من بعد ما نقع طبعا الماء مالتا ما راح أذبه نفس الماء راح أسلق به مهم يبقى الطعم والنكهة نفسها إذا ذبيني الماء لحرامات إنه الطعم شوي راح يصير ماء جديد فيختلف أسا أريد أسلق خليت شكيت خاشوقة بيكم باودر خاشوقة كوب بيكم باودر يعني إذا تردين سودة أو بيكم باودر هنا الثنين يجب النتيجة نفسها بس السودة ينطص فارا قوي البيكم باودر لا ما راح ينطي لصفار ينطيها مستوى ولون يبقى لون اللبلبي إذا حاب على صفار خلي سودة خليت بالبداية خاشوقة خاشوقة شاي ويت تنقيع اللبلبي سودة وهسا خليت بيكم باودر هسا شوفوا خليتها يغلي من يغلي هذا الواغ في السرع عندي ضروري الشي لنا يعني لا تخلينا لأنه يعني شكله ممحلو كل ما يفور يظل يتجمع هاي الرغوة أظل أشيل به صدقوني يعني بظرفية نص ساعة ساعة الربع ستوى عندي اللبلب بحيث ما لحقت عليه عشي ذاب بسرعة دوب أظل أستمر أشيل هاي الرغوة إلى أن عندي بعديا أنصي النار عليه هسا من بعد وصلت لها المرحلة يعني هو تقريبا بستوى فهسا راح أضيف المكون اللي قدتلكم عليه هذا شنو عندي حمص مطحون يعني هي هاي إضافة مهمة حمص مطحون نفس هذا الحمص أو اللبلب نفسه بس أطحنه تقريبا خاشو كتير مليانة أضيف عنهم شوي ماء حار من هذا نفس الماء وأجي أخلط بهن أذوبهن وأضيفهن على اللبلب صدقوني هو بالضبط هذا اللي سر ما اللي طبخون بالمطاعم اللي نشوفها هاي بالشوارع اللبلب نحس بي مختلف عن اللبلب البيت بس هو هذا السر اللي راح ينطي ثخن ينطي لون يعني حتى الطعم يختلف به ونصيت النار وهسا من بعد تقريبا ساعة إلا ربع شوفوا هذا شكلها وخليت طبعا فلفل اللي يحب يخلي فلفل يعني بكيفة وشوفوا عندي اللبلب ماشاء الله ذاب ذوب يعني بحيث ما أقدر ألزم الحبائي وصدقوني يعني طريقة تسلق اللبلبي هاي السرع حيل حيل باللبلبي شقد ما ضيق وقتش تحسينه بسرعة يستوي وهذا الشكل اللبلبي النهائي إن شاء الله عجبتكم هذه الوصفة وهاي الطريقة اللي هي ما مختلفة هواية عن الطرق اللي نسويها بس قلت لكم هاي الإضافة هي راح يعني تنطي الطعم شوي مختلف عن اللبلبي أو شكل بس هي إضافة ما أقلكم هي ضرورية يعني عالي إذا هو ذاب اللبلبي أو استوى هو أساسا راح ينزل من هذا البث المالتك والثخن بس هي إضافة اللي حاب يخليه اللي ما حابه ضروري وهس راح أجي أسلك الشلغم طريقة تسلق الشلغم بالدبس أكيد أجي أنظف الشلغم زيان مرات يجي الشلغم يعني الراسم الساوي وشكل حلو نظيف مرات لا يعني تحسينه شوي بس مع هذا هو يستوي ذوب ما علي أي شيء طبعا هذا الأكلات الصحية يعني الصراحة يمكن لو نعود نفسنا أنه تقريبا يومية يوم مترك نسوي الشلغم وانذر اللبلبي خصوصا بالعشاء لأنه هي الصحية وما بيهدهون وخصوصا لأصحاب الرجيم يعني يأكلون هاي الأشياء أبد ما استوي زيادة بالوزن وراحة يعني خصوصا أنكو ناس بالعشاء ما تحب الضقل تاكل بس شيء أكلات خفيفة فمهم إن نسوي شيء أكلات على طول هسا من بعد ما غسلتها ونظفتها أخلي بالجذر عادي وأسلقه أخلي أتركها تقريبا نص ساعة أكثر وأجي أختبر أشوفها مستوي لا لا هسا عندي تقريبا مستوي هسا راح أضيفا الدبس 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 طبعا هو راح يصير لون أكثر مما هو طعم اللي حاب يصير ينطي حلاوة يزيد بس هسا عندي تقريبا نص كاسة أضف الدبس وأتركها فرد نص ساعة يستوي هو تقريبا عندي مستوي وضفت للدبس بس راح أتركه على راحته ينطي اللون وياخذ اللون والطعم ما للدبس وهسا عدي الشلغام استوى اللي حاب يعصر علي الليمون اللي حاب رشة ملح يعني هذا يبقى أذوق وأتمنى حبايبي فيديو اليوم عجبكم وأكلاتنا الشتوية عجبتكم وأكيد اللي ما نستغني عنها خصوصا في فصل الشتة حبايبي بنهاية الفيديو لا تنسوني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس وانتظروني شاء الله في فيديوهات جديدة ومعها ألف سلام شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة